مصر مصر أبو حسين مصر هي اللي طلق نروحها ستين سنة وهي بتحارب وقفلهم زي الأسد والشايلة القضية فوق دمخها مصر هي اللي عبرت في ست أبتوبر وانتصرت ودفعت عن كرامة الشعب العرب وكله مصر اللي شئيت وتعبد وضحت بشباب زي الورد طيب تقولوا عليها أنها باعت القضية فرضا دا احنا فرحنا لكم وهتفنا لكم والشارع كله كان معاكم لما نزلت الصاينة تحت الأرض 35 يوم في ملاجئ زي الفران اللي يشتم مصر أمره ما يكبر مهما عمل مصر هي الأم واللي يشتم أمه هو اللي خسران مصر بقلوبنا وما حدا بيقدرين كرع مصر يلي عملته انتو بلاجتوا بالخطوة يا أخ ناجي ونحنا حنكمل نضال وراكم حتى تضال راية العرب والمسلمين مرفوعة دايما بس كيف فكرتوا به الفكرة الجبارة وكيف قدرتوا نفستوها وليك يسلم الشباب ويسلم الوطن الله يخليك يعمل حج دا إبراهيم لب لب في اللغة العبرية دا اللي كنا ماشيين به في طلابيب وده بقى حسام الباطل بتاعنا دا أول واحد نط على السطح بتاع البنج خدمك عبد الجليل اللي أنا مؤخصة فور قطبان الخزلة مهندس زاهر مهندس كمبيوتر تهابي دا بقى البركة بتاعتنا الشيخ حسن شو راح بتسوي بكل هالمصاري يا أخ ناجي أولاً وقابل كل شيء يعني إحنا كنا عاملين حسابنا في مبلغ كده للمقاومة اللبنانية يعني تقديراً منا وإعجاباً بكفاحكم ونضلكم الحمد لله الحزب بش عيوز بصاري نحنا بيكفينا دعم الشارع العربي والله يا بحتين دراج المية مية أنا قلت برضو إن هو مش هيخد مليين لا يا ربي يزيدك ما يحرمك ويديك ما يضيمك أمال إحنا حنمشي إمتى أبا حسين؟ تمشوا؟ تمشوا لواني يا أخ ناجي على مصر؟ هوان ما زقتوا منا؟ لا إحنا عمرنا منزق منكو أبداً إحنا لو قضينا بيئة حياتنا كلها هنا منزقش منكو بس أصلاً عايزين نرجع مصر بالحاجة عشان فيها عمليات تانية بنوطب لها العملية التانية صارت جاهزي أخ ناجي بل كنت سوء هون عمليت إيه؟ السيدات والسيدة إليكم هذا النبأ العاجل قامت قوات حزب الله بالقبض على ثمانية جنود إسرائيليين تسللوا إلى الحدود اللبنانية فجر اليوم وأعلن اعتبارهم أسرى حرب ومعاملتهم معاملة الأسرى إلى أن يتم التفاوض بشأنهم أو تبديلهم بالأسرى اللبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية نعلم إن إحنا حزب الله بالقبض على ثمان جنود إسرائيليين تسللوا على الحدود اللبنانية فجر اليوم هم اعتبارهم أسرى حرب وسيتم معاملتهم كأسرى لأن يتم التفاوض بشأنهم أو استبدالهم بأسرى اللبنانية في المعتقلات الإسرائيلية لا عبد الجليل إبلي يمين طلاق بالثلاثة يحزبني في نار جهنم يوم الجامع إن ده عبد الجليل إبلي هو أنا حتروح عن إبلي عبد الجليل هي حاجة بيقولولك دول عساك الاسرائيليين عبد الحدود والمقاومة جابتهم يا ابني بحرف لك بالله العظيم الثلاثة إن ده عبد الجليل إبلي أنا طلعه من وصف مليون حتى بقى مارك سحنته إلى غبية دي وعبد الجليل إبلي اللي وداه إسرائيلي يا حاجة ويتطوع في الجشري إسرائيلي كمان لا انت بان عليك خرفتي يا حاجة إخرس يا للأدم إنت اللي خرفت إنت عويلتك كلها والحارة كلها بأنت تخرفت بقولك اللي في الصورة ده إبلي عبد الجليل ولما هو عبد الجليل إيه اللي وداه إسرائيلي إسرائيلي خطفوه إسرائيلي خطفوه بس أنا مش هاسفوك حروح للحكومة وأقلب عليها واطيها لحد ما يجيبوا لإبلي ده ضنايا ده إنك حكش غيره ده هو سلعت بيه من الدنيا يا صبي ها يا حاجة يا سعدت الضابط بيه هو أنا حجب عليكو ما أنتو كل يوم تاني فيجوا تقفشوه الواجح نوم ورجع لي أفاش إبري المص أنتو أضرب عبد الجليل أنتو أضرب عبد الجليل طب قوليلي حاجة هو عبد الجليل ما قالكيش هو مسافر فين بالظبط قالي مسافر شرم الشيخ يشتغل مع واحد من الكبرات جميل طب ما قالكيش بقى الرجل الكبير اللي بيشتغل معاه ده اسمه إيه بالظبط شوف إن شاء الله عدمك ألف 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 بعد السر يا خوية إن شاء الله عدمك بعد السر أنا معرفش حاجة هو رجل كده سياكة ومحترم وكبارة ويوحد ويتكلمه ويتودوده أنا معرفش حاجة ولو عندك مصحف أنا هتقولي أحطه على علي وحلف لك إن ابن عبد الجليل مش إسرائيلي مش إسرائيلي مش ممكن يا ماما زي اللي يمكن يعمل كده دول أكيد خطفوه أنا حسيت بيه وهو ماشي كنت حاسة إنه في حاجة نخفيه علي كنت حاسة إنه جوا سر ومش عايز يقوله لي إيه بس يا ربي إلا خلاني سافر انتو العمر وايب جنبي ومرعيني يا ماما ما ممكن يكون ده واحد تاني ويكون كل ده واهم جواكي أنا حمز إن شاء الله أدور عليه وإنساء الله حلقيني لا بس منيش أترى آخر أنا مش لقصة ما أقولك إيه هتا دلوقتي أنت روح تبلغ الحكومة لازم يدوروا عليه ويلوه لازم كده برضو يا زير كده تعمل فؤمك كده وكمان الراجل اللي خده مع ده لازم كمان تبلغ عنه هو اللي عمل فينا كده هو اللي عمل فينا كده الراجل اللي اسمه نجعت الله أنت بتقول إيه يا شيخ محمد؟ معقول إيه هو الشيخ حسن يا شيخ عبد الله ما تسمع اللي بقولك عليه عرفت ليه بقى هو ترك الجهاد وبعد عننا لأنه كان متفق مع عداء الله استغفر الله العظيم من كل الذنب العظيم وربك أراد أن يفضيحه ويكشفه ويتصور وهو أسير مزلول بملابس أعداء الله الصهاينة وهو ده بقى السيد اللي كنا بعتبرينه في يوم من الأيام واحد مننا وقال إيه كنا جعلينه أمين على الإسلام والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ناجعة الله واللي معاه لازم يرجعوا لازم تتصلوا بإخواننا في المقاومة اللبنانية وتخبروهم إن إحنا ما بنفرط فيهم بأي ثمن هذولا ضحوا بأرواحهم ونفذوا عمليتهم لكن هم ما نسوا إخوانهم في غزة وإحنا كمان ما لازم ننزاهم يا بوش علان مفهوم؟ مفهوم يا حجة فضل وإنت يا زيادة من بكرة الصبح بدك تحضر حالك وتنزل على مصر خير يا حجة فاطمة في مهمة لازم تنفذها هناك مت ما بتعرف يا أخ ناجي لما اعتقلناكم ما كنا بنعرف مين أنتو صورناكم واعلننا عن أسر 8 جنود إسرائيلية كويس إسرائيل هلأ بدي يكن بأي تمن الله دول بيتلكيكوا بقا طب ما تردوا أنتو كمان تقولوا لأ ما عندنا أش عساكن ولا حاجة والموضوع كله أونطم بيرضيك المقاومة تطلع كذابة يا أخ ناجي وين المصدقية؟ ما في حدا بالشارع بوضي يصدقنا بعد هلأ أبو حسيمة جبني الآخر أنتو نوين تسلمونا لإسرائيل؟ لاي بتقول هالكلام يا أخ ناجي والله عاب إن إحنا معكم قلباً وقالباً وهيد المصاري اللي معكم رح نأمل طريق لوصولها لغية مصر وبتوصلوا إن شاء الله سالمين غيمين وعزيم من النقي بالضبط شوف يا أخ ناجي بالسجون الإسرائيلية في مئة اللبنانيين والفلسطينيين المسجونين هونيك إذا المقاومة أسرت واحد إسرائيلي ممكن نبدله بخمسين أسير عربي كيف لو كان عندنا تماني؟ شوف كم عائل رح نفرح إذا رجعنا هالمأسورين من المعتقلات الإسرائيلية هيدا بيرزع لجوجته ومولاده وهيدا لأبيه وهيدا لأمه طب معه الشباب اللي معايا دول برضو والحلوين دول كل واحد فيه معايا يروح لبيته والأمه بعرف كل واحد هيرجع بإذن الله نحن أعلننا عان ثمان صهاين بدنا ثمان صهاين بس ثمان صهاينة ودول أجيبهم من إيه؟ أنا واسق لو فكرت شوية أخ ناجي أكيد رح بتلاقي طريقة يالي بدخل تالقبيب مع رجاله وبيقتحم أكبر مصرف هونيك وبيخد المساري وبيجي لهون هالعملية بيعملها بصبيع إجرائي تعيزني بعد اللي عملته ده كله أرجع تلقبيب ثاني ملاش تلقبيب؟ الكيبوستات المستوطنات اليهودية بتبعد تلت ساعة منهم